لعنة كريس ريتفيلد اللي دائماً ما كانت تكون ملاصفة إليه بأغلب أوقاته واللي من المحتمل أنه هذه اللعنة راح تأثر عليها وعلى أخته كلير وتنهي حياته ألو ميتها لشباب شوكم شو أخباركم طبعاً كريس ريتفيلد واحد من الشخصيات القوية بعالم ريزدينت إيفل واللي كان إلى فضل كلش كبير بمحاربة الإرهاب البيولوجي بس الحلو دائماً ما يكمل وبحالة كريس توجد لعنة مرافقة إليه إلى المسيرة حياته ويلا نعرف شنو هذي اللعنة شباب قبل أن بلش تنسون الدعاء لأخواننا الصامدين في فلسطين وإلا ينصرهم ويحفظهم وينصرهم على أعداهم شحنة أي شباب طبعاً كريس ثمن كان شاب وكان بداية عمره صارت ويا حادثة وهي موت عائلته وكان لازم عليه أن يتحمل مسؤولية أخته الأصغر منه اللي هي كلير ونقدر نقول حرم نفسه من هوية من الأمور الصالح أن يعتني بأخته اللي دائماً ما كانت ملاسقة إليه بحياته لكن كريس نقدر نقول عنه هو شخص عنودي وقافل على القضية يعني شلون كريس هو شخص بطل وشجاع ويهتمل أي شخص مخلص وياه بعمله لكن توجد لعنة تحس من النوع المفروض عليه بالقوة وملاسقة إليه طوال حياته بحيات معظم الناس اللي يشتغلون إياه كانوا إياه أما ينصابون أو ينفقدون أو يموتون وأكبر دليل على هذا الشيء بلشوا إياه تقريباً بأحداث ريزينت إيفل الجزء الأول بحيات معظم أصدقائي اللي كانوا إياه بفرقة ستارت اللي راحوا يشتكشفون غابات الأركلاي حوادث الجرائم القتل اللي اتكررت أكثر من مرة واللي صارت بذاك المكان راحوا حتى يحققون بهذا الشيء وذا بأصدقائي يموتون الواحد تلوي الآخر وما بقى من فرقتين اللي هم ألفا وبرابو فقط عدد كل شقالين الناس اللي هو ريس الاتفيلد وجيل وبراد وباري والقائن ويسكر أما البقية فكلهم انتهوا وراحوا بسبب الوحوش البيولوجية اللي كانت موجودة بذاك المكان مهماتيا قبل أحداث ريس الاتفيلد بحيث كان يطارد ويسكر أزويل سبنسر لما اجدت معلومة عن أنه هم موجودين بقصر ولازم يروح ويشوفهم بل كتب يعني شون تقولون يسيطر على الوضعية ويعرف شون الشيء اللي يصاير ولما نوصل هناك لهذا القصر وصار القتال المشهور اللي معظم أشاق ريس الاتفيلد اللي يعرفوه وبعديا بس فقط جل لفترة كلش طويلة هذا الشيء أثر عليها وعلى نفسيته بكل كل الشبير ما تعافى منه إلى أن وجد جل لكن بعد عناء وجهد وطويلين بعد ما كان معيس وكان كل باله بأنه جل فلنتاين مات طبعا كريس شافوا ببقتها أو ببقت هالي الأحداث لما صارت كيف كانت قرية كاملة تباد قدامه وتتحول إلى وحوش بيولوجية هو ما يقدر أن يسوي شيء بسبب الوحوش اللي كانت أقوى منه وتجارب الفيروس اللي صارت واللي حلتت على هذه القرية بشكل كامل وماتين إلى الانتكاسات اللي صارت ويا كريس بعد ما شافت أحداث أو شون تقولون جرائم قتل صارت باستراليا من قبل أساتذة يدرسون بالجامعة تم اختطاف مجموعة من الطلاب حتى يجربوا عليهم نوع من الفيروس المشتق من التى فيروس وراح ضحيت عدد من الطلاب واللي كان هماتين ويا بيرس نباس اللي راح نشوفه بريزينت ايفول سيكس ونفس الحالة اللي صار ويا مقتل أو فقد عدد كبير من العملاء اللي يشتغلون ويا بنظمة البي اس اي اي واللي راح نشوفهم يفقدون الواحد تلو الآخر أوروبا خلال أحداث بريزينت ايفول سيكس وهماتين بصين بنفس الجزء بعد ما استخدمتهم كتجارب للسي فيروس وحولتهم الى وحوش بيولوجية وبالاضافة الى نهاية ريزينت ايفول سيكس اللي كانت بفقدان أعزل أصدقاء عليه واللي كانوا يا رفيق حياتي او رفيق كثير من الامور اللي سواها وياه والمهمات اللي سواها ضد الارهاب البيولوجي اللي هو بيرس نباس اللي شارك بيا كرس بعدد من العمليات ضد الأسلح البيولوجية قبل أحداث ريزينت ايفول سيكس وطبعا هذي المعلومات وفقا للكوميكس اللي خاصة بقصة ريزينت ايفول ومن بعدها فقدانه للجنود اللي كانوا تابعين اليه وهذا طبعا ضمن حربه ضد الارهاب البيولوجي هذه المرة كانت ضد قلين أرياس يشفناه في فيلم ريزينت ايفول بندتا طبعا يذكرون أحداث ريزينت ايفول فور أكو قصة يعني التكملة ما للقصة يقولك لما صار اللي صار بأحداث ريزينت ايفول فور وطعفة لوسيليونادوس اتمروا وتفجرت المنطقة اللي كانوا عايشين بيها ومعظمهم الشرد أو اللي كتل اليون واللي صار اللي صار فذول الناس عجاهم شخص منقد وأخذهم وطلعهم إلى مكان منطقة جبلية وقعدهم بيها خوفا عليهم من السلطات الإسبانية أو الشرطة الإسبانية اللي كانت تلاحقهم بذاك الوقت وتقضي عليهم الشخص اللي يساعدهم واللي يساعد بإنقاذهم هو غلين أرياس اللي راح نشوفه بأحداث ريزينت ايفول فور واللي كان خصم عنيد وخصم قوي وخصم يعني حال حال بقية الخصوم اللي كان الهدف الرئيسي والأساسي مالته أن يطور الأسلحة البيولوجية ويبيحها بالسوق السوداء هماتين الأحداث اللي صارت هماتين أدت إلى قتل وتشريد وأصابت عدد كلش كبير من الناس بالتي فيروس اللي كانوا يشتغلون عليهم وراها الخسائر كانت أقل خلال أحداث فيلم ريزينت ايفول ديت ايلند نقدر نقول أنه البطل اللي كان حصين وما مصاب بالفيروس بجميع الأجزاء اللي صارت الحد أحداث فيلم ديت ايلند اللي شفناها يعني أحداثه بتقريبا سنة 2015 يعني من الـ 1998 حد الـ 2015 ما يقارب 11 سنة من الحرب ضد الإرهاب البيولوجي وضد الأسلحة البيولوجية كريس ما انصاب نهائيا بأي نوع من أنواع الفيروس لكن بالـ 2015 انصاب بدي فيروس بسبب الشخص اللي كان يشتغل عليه ويطوره اللي اسمه ديلند اللي أصابهم كلهم اللي هم وليون وكريس وجول فالنتاين وكلير ريد فيرد ومن بعدها صار اللي صار وصارت أحداث ريزينت ايفل سبن وكنا نعرف شنه اللي صار بأحداث ريزينت ايفل سبن واضطر كريس ان يشتغل بي شركة بلو امبرلا اللي كانت يتعاول ان نتعوض او نتكفر عن خطايا الماضي اللي دمرت بها الناس وقدتهم بسبب شغلها على الأسلحة البيولوجية بسبقت اللعنة مطاردة لكريس لأن معظمنا شاف انه أحداث الجزء السابع واللي صار بعائلة ايفن وماتين اللي صار ويا بالجنود اللي كانوا برفقته يضافت انا لست بطلا تستمر بيها معانات كريس عد أحداث ريزينت ايفل سبن والتقلبات اللي صارت ويا ومأساة عائلة ايثن طبعا اللي شاف اللي تريلر بداية ريزينت ايفل او بداية ريزينت ايفل ايت انه شلون كريس كان كبير بالعمر وشون شكلا بين عليها تعبان كل هاي الامور ترى اثرت عليها وهذه السنوات الطويلة اثرت عليها وحربة اللي ضد الارهاب البيولوجي خسرت عدد كل الشبير من الناس اللي كانوا اصدقائي واللي كانوا يشتغلون اياه وهذا الشي اثرت عليها بشكل سلبي طبعا بعد ما شفنا احداث ريزينت ايفل وبعد ما احتضنهم احتضن عائلة ايثن ودربهم وحاول كل الطلق والوسائل ان يحافظ عليهم لكن فشل بهذا الشي اللي انه كان الطاقة اللي يضده او الاعداء اللي يضده اكبر واكثر مما يستطيع ان يتحملت وهنا انا راح نوصل الاحداث ريزينت ايفل لاين ومثل ما شرحنا سابقا انه تكون راح تضحية تكون عائلية هذه العائلية او التضحية القوية اللي يصير راح تكون بعائلة تريد فيل طبعا حسب التسريبات هذا الشي مؤكيد لانه بهذا الجزء راح تكون لعنة كريس يا اما مستمرة وياه وراح تقضي على كريس وتنتهي وياه لان قالوا راح تصير تضحية عائلية ويا اما كريس يموت ويا اما كليير ريد فيلد تموت فاذا راح تكليير ريد فيلد وماتت فاللعنة مالته بقت وياه وبقى ملاسقة اليه وهذا الشي ما راح يقدر يخلص من عده كريس نهائيا واما اذا هو مات وانتهت حربه ضد الارهاب البيولوجي فهنا راح نقول انتهت قصة حياة كريس ريد فيلد وهماتين انتهت وياه اللعنة اللي كانت امرها فقته والحياته الصراحة الشي محزن ان تشوف شخصية بهذه القوة والهواء الامور اللي قدمها وحارب بها الاسلحة البيولوجية وانقد بها عدد كلش كبير من الناس انتهي بهذا الشكل المحزن واللي يقهر المهم شباب لا تقصر بالدعم والنشر ولقاكم فيديو جديد وموضوعات جديدة اقول لكم يامان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة